نتائج الانتخابات الحالية جاءت لتؤكد الوضع اللي أصبحت عليه السياسة الإسبانية منذ سنة 2014 أي انتهاء حقبة ثنائي القطبين وثنائي القطب اشتراكي شعبي حيث أصبح من الضروري يدخل عديد من الأحزاب الأخرى في لعبة التحالفات لضمان أغلبية المطلقة أي 176 مقعد من أصل 350 مقعد من جهة أخرى كان من المنتظر فوز الحزب الشعبي لكن المفاجأة هي حصول الحزب الاشتراكي على هذا العدد من الأصوات كما توقعت سابقاً أثرت المناظرات الأخيرة لقيمة بين ممثل الأحزاب أثرت بشكل أو بآخر في الناخب الإسباني فبيدرو سانشيز يعتبر متحدث بارع وأظن أنه استغل المناظرات المباشرة أحسن استغلال ليستميل الناخب وخصوصاً المتردد من جهة أخرى الموعد اللي حددوا سانشيز لانتخابات أي منتصف الصيف أثر بشكل كبير على النتائج وهذا يحسب أيضاً لبيدرو سانشيز لأنه لو ترك موعد الانتخابات كما كان منتظراً أي في شهر نوانبير لكانت نتيجة كارثية على حزبه وذلك لتنامي نفوذ اليمين بين المواطنين الإسبان وأكبر دليل على هذا التنامي هو اكتساح اليمين لانتخابات المحلية لكن سرعة استجابة بيدرو سانشيز وتقديم الموعد الانتخابات قطع الطريق على اكتساح اليمين لانتخابات العامة إذن فاز الحزب الشعبي لكن مبدئياً واجب عليه تشكيل تحالف مع الكتلة اليمينية ليضمن الأغلبية المطلقة نفس الشيء بالنسبة للحزب الاشتراكي الذي يتطلع للأغلبية المطلقة عن طريق التحالف مع الكتلة اليسار ومع ذلك لا التكتل اليميني ولا التكتل اليساري قادر على الوصول إلى 176 مقات إذن في إطار التحالفات الممكنة عندنا سيناريوهات مختلفة من أكثر السيناريوهات يعني للمرجحة أكثر هي تحالف بالنسبة لليمين تحالف الحزب الشعبي مع بوكس ممكن يتحالفوا أيضاً مع أوبيني وكواليسيون كاناريا ولكن كل هالتحالفات يكون عندهم 171 مقعد إذن 171 مقعد بعيدين عن 177 مقعد اللي هي ضرورية ضرورية للحصول على الأغلبة المطلقة من جهة أخرى من جهة أخرى تكتل اليسار ممكن السيناريو الوارد هو تحالف البسوة الحزب السراكي مع تكتل سومار وأسكر ربوبليكاني أيات شابلدو بينيوبي ممكن مع الحزب بينيوبي ولكن مع ذلك لن يصلوا إلى إلى 170 مقعد إذن تبقى الكرة عند حزب الكتالوني جونتس الذي فقط بدعمه لأحد الفريقين سيمكنهم من الأغلبين المطلقة طبعا في هذه الحالة الأقرب من الاستفادة من هذا الدعم هو تكتل اليسار لكن وكما صرح قادة الحزب جونتس أنه أي دعم لن يكون بدون مقابل أي أنه من المنتظر أن يطرح حزب جونتس عدة شروط فوق الطاولة نظير دعمه تكتل اليسار لكن في حالة عدم توافق حزب جونتس مع اليسار صراحة سيناريو سيناريو إعادة الانتخابات سيكون وارد ووارد جدا أما بخصوص العلاقة مع المغرب ومبادرة بيدرو سانشيز بخصوص الصحراء المغربية فلا أظن أنه سيكون تغيير كبير في حالة لا فوز حزب التكتل اليمينة والتكتل اليساري هذه المبادرة ترتقي لعلاقة بين دولة سياسة الدولة أي تبتعد عن المشادات الحزبية كدليل على ذلك عندما سألت المدعى زعيم الحزب الشعبي فيخوه هل سيغير مبادرة سانشيز في حال فوزه وانتخب رئيس الحكومة رد فيخو قائلا لا أستطيع تغيير شيء لا أعلم فحوه لأن رئيس الحكومة سانشيز لم يبلغ المعارضة بفحوه وتفاصيل مبادرته إذن هذا الرد أعتبر تهرب واضح من زعيم الحزب الشعبي وإقرار طريقة غير مباشرة لمبادرة بيدرو سانشيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر